اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ألف مبروك نادي الأهلي طبعا فوز مستحق وهارد لك نادي الزمالك أدى مباراة جيدة مباراة جيدة جدا من الطرفين بس استطاع خبرة النادي الأهلي حسم اللقاء في آخر شوت أو آخر ست سبع دقائق من المباراة لعشان الأهلي التماسك في الدفاع شوية قدر يجري فاص بريك فرجعت الاسكور الطبيعي لكل لعب وولتر ووج كان نجم المباراة بلا منازع 18 مواطن استطاع ان هو يفرد في الشوتر الرابع بالزيد النادي الأهلي استطاع ان يفرد سيطرته على المباراة استطاع ان هو يفرد اسلوب لعبه فأنهى المباراة بفارق 15 نقطة وأعتقد ان ده الوضع الطبيعي يعني ان المباراة الامكانيات اللي عندك حتى بغياب خمس لعبين الله أكبر يعني الفرق شكلها في الملعب جيد يعني وتمائز الشوت الرابع بالزيد فيه سرعة في الأداء فيه فرض اسلوب لعب لكن نادي زمالك قدم عليه يعني دور مباراة جيدة قدم عليه في إطار الامكانيات طبعا لكن النادي الأهلي غزير بأفراده اللعيبة أي حد نزل أثبت دوره وفرضنا اسلوب لعبنا أهم حاجة دي سيطرة على الجيم نعم كابتن طاهر شايف الفترة الثالثة والربعة خاصة ان النادي زمالك لجأ اذا ما قلنا في بداية اللقاء او في الهاف تايم ممكن في البداية ما كناش قرينا لسه اللي بيحصل انه بيعتمد بشكل كبير ده يعني نادي زمالك وصل للمربع كتير جدا ودي مشكلة عندنا اه اه عمر هشام حط دنك من خمسة على خمسة ودي بتدل ان العب لما ياخد درايف من اول تاتا بونت لغاية الحلقة معنا كده ان هم بيعتمدوا بيعتمدوا بشكل كبير على الدرايفات بالذات الانسايد بنتريشن شايف الأداء في تاتا الرابعة زاكت اوه هي دي المشكلة عندنا زي ما قلت انه لما يحط دنك وفي عليه بريشر ده يبقى بيوصلوا للحلقة وبيوصلوا البتاع بسهولة ودي المشكلة الوحيدة عندنا ولو كانت يعني لو تتعالجه طبعا دي هتتعالج المشكلة دي زايد يرجع الناس اللي غايبين زايد انك انت برضك تستمى بالريباوند هو اللي فرق في التالت والرابع ان احنا بتدينا نستحفز عن الريباوند نعم والمقابلات بتاعت السناتكت احسن اه يعني هم فعلا بيوصلوا للبتاع ده بس الكوار بضيع الريباوند بناخده بناخده صحيح انما في الكوارتر الاولاني والتاني ما كناش بناخد نفس الناس وزاي ما قلنا انه هو هيبقى السكور مينموم عشر بونت هو تقريبا خمستاشر اربعة وسببين دسا اربعة وسببين دسا وخمسين وكان ممكن يبقى اكتر من كده لو كان لو مستراجوستي كان عايز كده لو المطش كان زي نادي الزمالك ورغم موجود المحترف مع نادي الزمالك موجود مصطفى مع نادي الزمالك كل السبعة وشيح طبعا طبعا وكسبنا لا اعتقد فوق التلاتين بونت اه انا هجيب بذكور بزبط بس الاقصد اقوله يعني ان النهارده الكل شارك يعني النهارده ما عدا محمد خير محمد طريق خيري لم يشارك هو اللعب الوحيد الذي لم يشارك لا اهوا هو عمر عمر وحيد عمر وحيد نعم عمر عماد عمر عماد عمري إثنين ما شاركوش صح وعمر عماد أنا آسف عمر عماد ومحمد خير اللي اول تجربة ليه وجودهم اكيد حتى لو ما شاركوش محمد خير قبل كده شارك كثير قبل كده ثلاثين نقطة المباراة الأولانية هو وعلي أول مشاركة اليوم بس علي لعب علي نزل ونزل في كورتر الثالث يعني كمان في وقت صعب في وقت صعب إنما هو الوحيد اللي مشاركش سميدة محمد مومي محمد طريق خيري واللعاب الجديد وعيز أوضح حاجة للسادة المشاهدين من مسلسل دعم مجلس الإدارة لألعاب الصلاة النهاردة البردين اللي بتلاعب بيهم في الملعب النهاردة بردين جداد الحلقتين سواء اليمين أو الشمال اللي بيلعب عليهم النهاردة النادي الأهلي هم حلقتين جداد ستندرد علامي وده كان لين يعني تأثير سريع في النسبة النهاردة نسبتنا في التري بوينت الحلقة القديمة كانت نشفت يعني يمكن من أيامنا ما كنا نحن بنلعب كانت الحلقة نشفة شوي أسيا كانت ممكن نسبتك بتتغير فيها شوي ولكن النهاردة لما النادي الأهلي يجيب بردين جداد يا كابتن ويبقوا على أعلى مستوى وستندرد علامي أعلى مستوى في العالم أعلى فئة وأعلى يعني نوع في العالم فده أكيد انعكس النهاردة على النسبة اللي موجودة في الملعب النهاردة تلاتات النهاردة شوفنا ولتر بيسجد كابتن سلعوي شوفنا مؤمن خيري جاد تلات تلاتات يعني النهاردة عمر زهران جاب عمر الجندي جاب فالنهاردة احنا جايبين على الأهلي 6-7-3-8 تصويبات الحرة نفس الكلام عندنا نسبة عالية فيعني البتاك النهاردة النسبة نوعا ما مرضية 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 بس هو بالنسبة لنقطة الاختراق اللي كانت كابتن طهر بيتكلم فيها دي محتاجة أن الطوالي قابله لازم يكون في مقابلة في مساعدة في هلب بس نجحنا في الآخر كابتن سيف سمير بياخد اللعب بسدرو ويمشي معا بس في الأول ما كناش نكحين فيها ما كناش نكحين صحيح لكن دي شعورات كتير يعني سيف سمير لبس تلاتة فاول هتتعالج يعني طبعا لكن أعتقد أن إذا كان فكر كابتن مرعي عشان يفضل في الجيم أنه يخترق فده فجر جيد بالنسبة للمدرب فاجئة بسراحة النهاردة يعني كانت مفاجئة لنا عشان كمان نظرة المصاوبين عنده يعني عنده عزب بيصاوب عمر هشان بيصاوب معندوش حد تالي وليد عبد جواد معندوش مصاوبين حتى نسابهم مش عالية النسب اللي تخد زي عنده ولكن هم اعتمدوا أكتر على البنتريشن زاد أنه هو كمان مرعي اعتمد على أنه في الهلب والريكوفر بالنسبة للشوتر زي عمر الجندي زي كان بيغطي عليه بسلوب حديث يعني لكن خبرة من لعيب نادي الأهلي هادروا سيطاره على الجيم هادروا يوصلوا المباراة للفرق السكور اللي هو كان مفروض أو مطلوب يعني بتسهل عام من وجهة نظرك نجم المباراة في كده الفرقين من في المباراة وولتر وولتر رقم واحد في النادي الأهلي ليه بيسجل بيحرك بيخلي اللي معايي يسجل وبينقل الكورة وبينقل الكورة بأسرع ممكن أنا شفته أكتر كذا مرة بينقل الكورة من الديفنس زون للأوفيس زون بسرعة وبعدين الخطوة الأولين عنده واسعة جدا فبيعد أي مدافعة يعني حداك شايف وولتر هوج هو نجم المباراة في النادي لأي طب قلنا تاني واحد في النادي أعتقد تاني واحد ممكن نقول يعني في عندك سيف عمر الجند في عندك مؤمن خيري في عندك لعيبة كتير أعتقد تبقى بين يعني مؤمن وزهران وزهران طيب بالنسبة ل نادي الزمالك نادي الزمالك عزب عزب عمر هشاب عمر هشاب عمر هشاب والبيفو تسمي مشد حازم مشد وحجازي حازم حازم مشد حازم مشد حازم مشد حازم المشد يعني التاني باور العلي فني شوي لحد ما فندمينتل أساسيات أساسيات ومشد يعني معامل اثنين تلاتة بنتريشن لكنه لعيب بيلعب جارد طبعا دي برضك زاد ان هو جاب معظم هو وعلي طب كابتن خلينا استأذن حضرتك واستأذن السادة المشاهدين هنرجع تاني رسالة الأمير عبد الله الفصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ومراسلتنا ماريب ساميح واللقاء مع المدرب العام الكابتن أحمد الجرحي لايك الكلمة برحب بيك مرة تانية كابتن هيسم برحب طبعا بضيوفك الكرام كابتن محمد سلعوي كابتن طاهر راجب والتحية طبعا موصولة لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان طبعا عقب انتصار النادي الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة 74-59 في الجولة الـ 12 في الدور الترتيب لدوري السوبر أكيد يعني مباراة ما كانتش سهلة خالص زي ما احنا كلنا شفنا خلينا دلوقتي طبعا نرحب كابتن أحمد الجرح مضارب العام للفريق برحب بيك على شاش كنت نادي الأهلي في البداية كابتن أحمد ألف مبروك مباراة ما كانتش صعبة على كل المستويات غيابات كتير ضربت صفوف الفريق طبعا قبل هذه المباراة لو هنتكلم النهاردة عن المباراة فكرة ان هي مباراة تقيلة جدا على المستوى الفني بالنسبة لأ النادي الأهلي طبعا برحب بيك طبعا كابتن هيسم في الستوديو كابتن طاير رجب كابتن سلعوي كابتن الكبار أكيد انت بتلعبي النهاردة نادي الزمارك فريق كبير على طول أهلي الزمارك في أي رياضة المباراة ديربي بيبقى فيها مهما كان الفرقتين بيبقى فيهم نقص عددي كل واحد بيحارب ان هو يسعد جمهوره ويفوز بالمباراة هتكلم على فرقتي أكيد طبعا اتضرنا جدا من التواقف الدولي طبعا بس مش بيدينا يعني الحمد لله يعني ان التواقف جيب بصعود منتخب مصر للكاس العالم بنهان يكون للعيبة والجهاز والاتحاد وكل أسر كرة السلة طبعا كلنا فرحانين بالصعود ده لان ده بيكبر من لعبتنا وإحنا الحمد لله اللعبة ماشية في طريق كويس قبل التواقف احنا كنا ناشيين مستوى عالي جدا طبعا رجع من منتخب بيهاب أمين عنده إصابة إن شاء الله يكون في التمرين بكرة يعني بس كان يفضل ان احنا النهاردة ما نلعبوش عمر طريق رجع بإصابة أحمد مهيب مصاب بيدو مصاب أبو النصر جالو سبرين أنكل أول امبرح في التمرين فإصابات كلها يعني مؤسرة جدا لعيبة على أعلى مستوى لعيبة تحدث الفارق يعني إن شاء الله كلهم واحد ورا واحد يرجعون لنا خلال أربع خمس تيام ممكن بس مهيب ويبيدو هم اللي يتأخروا شوية لكن التلاتة تانين مهيب وعمر طريق وإيهاب أمين هيرجعون لنا أربع بعد إن شاء الله يعني ممكن عمر وإيهاب يمتواجدين الماتش اللي جاي إن شاء الله مهيب ممكن الماتش اللي بعده بحيي اللعيبة الميزة إن انت وانت مستوكي مش في الطوب فور إن انت عف تكسبي يعني دي بيين شخصية الفرقة إن احنا النهاردة لا أوردي إحنا بنعمل كريم حاتم وقم الخيري وعلي ومحمد خيري كل دول تحت عشرين سنة يعني حتى أنا لا أتكلم عنهم من هم بالعوم معنا كلهم تحت عشرين سنة إحنا القائمة بتاعتنا عشر لعيبة بس لأن عندنا تصقة كبيرة في القطاع الناشئين في النادي الأهلي عارفين النادي اشتغل إزاي الفترات الفاتت والجهاز بكيادة أغسطي أكيد يعني شايف عينيه على اللعيبة دي وامتبعها كلها سواء تحت 18 أو تحت 20 عارفين نحن ندخل اللعيبة مع الفرقة وما ناس ما تحسش نوم يعني أكيد ناس نادة مش حسن مؤمنة أو عمر زهران أو أي لعيب من اللي بلعبه أو كاليم حاتم هو لعيب صغير يعني هو لعيب كبير في الفرقة خلاص تيش حاجة سماية ناشئ طالما لعبت في النادي الأهلي تبقى قد المسئولية وقد الجمهور اللي بيشجعك وقد الاتشارت اللي انت لبسه كابتن أحمد الكورتر التاني لما حصل التعادل أهم التعليمات اللي حصلت منك من مستر أجوستي بوش للعيبة علشان ما يحصلش دروب في الجيم وعلشان تقدروا أن انتوا تعوضوا زي ما احنا شفنا في الكورتر التالت والرابع والله يعني بصي أنا كان جواي أحسس كده أنا حاس أن اللعيبة حاسة أن هي ممكن ترجع للمطش في أي وقت وده أوحش حاجة لو اللعيب حاس بالإحساس ده جوه الملعب سهل جدا يخسر مغراء لكن هم يرجعوا بالتعادل أو إحنا نتقدم ويرجعوا البسكت على طول أنت بتغذي رن هو بياخد رن ممكن أنا أطلع هو يطلع عشرة بون ما فيش مشكلة خالص بلسه كانت أهم حاجة أن إحنا نهده خالص ونلعب كفرقة نلعب مع بعض نركز نركز في دفاعاتنا نركز في التاكتكس بتاعنا في الهجوم النقطة دي مش بتقيل نقصة متعودين عليها يعني هي دي طبيعة اللعبة بتاعتنا التحضيرات للفترة اللي جاية وهل ممكن يتم الاعتماد برضو بشكل يعني رئيسي على العناصر اللي تم إشراكها النهاردة سواء كريم حاتم علي وحيد محمد طارق خيري لو هنتكلم ممكن علشان نريح اللعبة الكبيرة مثلاً للمباريات الهمة هل هيتم منه خلال الفترة اللي جاية والتحضيرات بشكل عام للفترة اللي جاية والله إحنا بنعمل كده كده روتيشن ما بين اللعبة كلها مطشين جاي مطشين كبار جداً على نادي الجزيرة هنا على ملعبنا يوم الجمعة يوم لتنين مع النادي تحاد سكنداري في سكندرية فأكيد الموجودة هيتوزع على اللعيبة كلها في حدود إن الفرقة تكون بتأدي في الليفل بتاعها كل الموجودين نهاردة موجودين معانا الفترة اللي جاية الإصابات ترجع لنا هنكتمل بشكل أكبر نقدر نوزع الحمل على اللعيبة كلها عشان كمان لما نروح للمراحل بلاي اوف نبقى اللعيبة كلها موجودة وقف على رجليها والبال كمان عندنا الشهر اللي جاي إن شاء الله وقوموا خلال قناتكم يعني عايزين الناس كلها طبعاً وجمهور النادي الأهلي يعرف الناس كلها في أفريقيا يعني إيه جمهور النادي الأهلي ده تحدي كبير كان عليه حديث ما بين يعني في مجال البسكتبول وما بين إدارة البال على الكم الجماهير اللي ممكن تحضر لأن هما نفسه من الصالة تبقى متأفلة إن شاء الله إحنا بالرقل على جمهور النادي الأهلي اللي مش محتاجين نحن نقول لهم إن هما يسندوا فيتهم هما كده كده بيسندوا الفرقة من غير محد يقول لها يقول لهم فإن شاء الله بإذن الله كده مستنين هم الشهر اللي جاي بإذن الله في البطولة ونكون كده نقدر نسعدهم بإذن الله نورتنا يا كابتن أحمد وألف مبروك مرة تاني الله يبارك فيك شكراً لسه مستمرين طبعاً في لقاءاتنا يا كابتن هيسم وبعد الانتهاء طبعاً من اللقاء الهام مع كابتن أحمد الجارح معنا دلوقتي واحد من نجوم اللقاء النهاردة كابتن مؤمن طارق خيري نرحب بيك في البداية على شاشكونات نادي الأهلي يعني طوف جيم ما كانش سهل أبداً على كل مستويات عندوك غيابات كتيرة جداً طبعاً زي ما احنا شفنا شفنا المتش رايح جاي طول الوقت كان مضغوط لو هنتكلم النهاردة عن المتش وأداء اللعي الأول الله يبارك فيك يعني إحنا الحمد لله بقالنا فترة مجهزين للمتش ده كان عندنا توقف وعندنا لعيبة كتيرة قوي ربنا كرامهم ومراهم منتخب فارجاهم كان قدنا دفعاً ان احنا خلاص هنبدأ كاملين بعدين اكتشفنا ان احنا عندنا إصابات كتيرة بس احنا الحمد لله جاهزنا نفسنا ان احنا ماتش زي مايك مش ماتش سهل احنا كسبنينهم هناك فنفعش تخسر هنا فنفعش منذرك وحش حتى هنا وده الحمد لله يعني قدرنا نعمله رغم الغيابات اللي الناس كلها عارفاها طبعا كابتن مؤمن شايف ازاي نهاردة روتيشن اللي حصل او اشراك يعني عناصر الحياة بقالها كتير مش بتشارك او يمكن مشوفناهاش في ماتشات هامة زي دي بقالنا فترة كريم حاتم محمد طريق خيري يعني يمكن جودزالة كمان يمكن شوفنا عناصر مهمة وقدوا بأداء رجولي الحياة النهاردة في الملعب رأيها كيف ادعو من النهار؟ بصراحة هم رجالة يعني هم بيلعبوا معايا في الفرقة بتاعة الـ 20 سنة يمكن محمد اخويا بيتصعد من الـ 18 معلي وحيد لعب منه وكان معادي بأداء رجولي جدا لانه عارف ان مبدئيا هي فرصة لي عشان يبقى في الدرجة الاولى والناس تشوفه والناس تبقى عارف اسمه تاني حاجة عشان خاطر اسم النادي الاهلي وان اهلي وزمالك ده ديربي ما ينفعش تخسر مطش مهم جدا وبصراحة هم رجال يعني وقدم مسئولية بصراحة خرجنا من الكوارتر التاني متعدلين دي حاجة كانت لوت كبير قوي علينا كنا اكيد عايزين نرجع للمباراة مرة تانية اهم الحاجات او التعليمات اللي خدتوها طبعا من الجهاز الفني من مستر اجوستي بوش والحاجات اللي انتو طبقتوها علشان نرجع مرة تانية يمكن احنا ما دخلنا اللوكل روم في الهف تايم هو قلنا ان احنا اللي سايبين المطش يعمل كده سايبين الفرقة اللي قدامنا تتصرف بنرياكت مش بنحاول نشوف الموضوع عامل ازاي ونستخدم زكانة احنا بنرياكت بنشوف هما عاملوا ايه وبعدين نبدأ نتحرك هو قلنا ان احنا لازم نبقى طوف اكتر من كده لان هما بلعبوا اجريسف احنا لازم نبقى اجريسف وبصراحة بعد ان ما نزلنا كورتر التالت موضوع كان مختلف خاص يعني الحمد لله الفترة اللي جاية مطشات تقيلة مستهلة ابدا عندوكو اكيد مش هيبقى فيه راحة ووقت كبير عندوكو اكيد ضغط مباريات جاي وكمان المطشات الحياة النهاية تقيلة لو هنتكلم عن تحضيرات الفترة اللي جاية يمكن احنا بس هنحاول نحافظ على نفسنا ان محدش يتصاب محدش يقع الجهاد الحاجات دي بنحاول نحافظ عليها هنحاول نعمل ريكوفري يمكن هنمطشين الجايين عندنا جزيرة والتحاد مطشين جمدين فرقتين على اعلى مستوى هنحضر لهم كويس هنزبط الحملة على قد ما نقدر وربنا يكرم بإذن الله نورتنا وشرفتنا كابتن مو من ألف مبروك مرة تانية على المباراة شكرا طبعا ده كان لقاءنا مع واحد من نجوم المباراة كابتن مؤمن طارق خيري زي ما احنا شفنا طبعا أداء كبير النهاردة في أرض الملعب زي ما انت شايف ورايا يعني يمكن يا كابتن هيسم فريق الهاندبول الحقيقة سيدات بدأ الميران بتاعه على صالة الأمير عبدالله الفصل حقيقة يعني خلية نحن موجودة في النادي الأهلي مطش يخلص ميران يبدأ ميران يبدأ مطش يبدأ وميران يخلص مطش يبدأ فالحقيقة زي ما احنا شايفين يعني مجهود كبير جدا من قبل كل الألعاب الأخرى في النادي الأهلي علشان نكون على أعلى مستوى الحقيقة بشكرك جدا كابتن هيسم كلمة ليك مرة أخرى احنا لبنشكرك مريم مرسلتنا من أرض الملعب مريم سميح بنشكرك شكرا جزيلا على التقطية وبنشكر طبعا كل الكرو اللي موجود في أرض الملعب إذن لقاء كابتن أحمد الجرحي ولقاء مؤمن خيري واللقاءين الحقيقة يعني كانوا فيهم كلام كتير مهم وكان فيه كواليس مهمة أنا بس عايزة أوضح رقم أن النهاردة كان اللقاء رقم 19 في لقاءات القمة ما بين الناديين هذا الموسم النتيجة حتى الآن 15 فوز لأربعة هزيمة يعني النادي الأهلي فاز في 14 اللقاء ما بين سلة وطيرة ويد الرجال وسيدات وأربعة لنادي الزمالك منهم ثلاثة في كرة اليد الرجال خلينا نروح كمان للملعب يمكننا خدت خبر سريع نصر عيد عبد الملك موجودة في أرض الملعب مع فريق السيدات بقادة كابتن محمد عدي الزولة بتتمرن مع الفريق وده خبر جيد أن نصر بدأت تتمثل للشفاء بعد تاني إصابة لها هذا الموسم في صباح الإيد خلينا نتكلم عن البال بسكت بول أفريكا ليج ومنجدة كابتن أحمد الجرحي لمشاركة الجماهير بكثافة في البطولة البطولة هتبقى أو مجموعة النيل هتبقى يوم 26 و24 و4 أيام العيد إن شاء الله كل سنة وحضركم طيبين بعد رمضان المبارك وإن شاء الله محتاجين جماهير النادي الأهلي في الخمس مباريات محتاجين الصالة تبقى فل البسكت بول أفريكا اللي يجأ أو MBI أفريكا بيراهن على جمهور النادي الأهلي عشان مهم جدا يكون فيه مساندة جماهرية وانتشار للعبة وأكيد جمهور النادي الأهلي مش محتاج أن احنا ندعوه هيكون موجود بكثافة كابتن طهر قبل نهاية اللقاء أيس من حضرتك كلمة يعني عن لقاء النهاردة والفريق بشكل عام أنا ليه بس ملحوظة على الأحسن واحد لعب في فريق الأهلي أنا في نظر أنه مهم من طريق خيري كان هاي في الأسستات النهاردة كان عظيم يعني أنت بتشوف ساعات بسكت جميل بسكتين هما في ثو أسست واحدة الزعمة السماعيل الأولانية اللي خد فيها فاول بعثنا كلنا موم والتانية مع بردك يعني للسناتر وانت بتبص إن هو لعيب ابن لعيب يا كابتن يعني البصاد بتاعته بس أنا متأمل مؤمن يتفور أشكرك يا كابتن معلش الوقت مري سريعا كابتن طهر راجب نجم نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي بشكرك نورتين وشرفتين يا كابتن الله يخليك احنا كمان سعداء جدا ان احنا بنيجي ومنحظة بشرف ان احنا نبقى في خانات الأهلي ومعاك ونعلق على المطشاط وده شرف لينا ده بكانك وبيتك كابتن محمد السلعاوي ده جم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر بشكرك وألف أبروك ألف أبروك ونقدم أفضل إن شاء الله عزيزي المشاهدين دي كان جولتنا النهاردة أحج جولات استوديو الأبطال ووقع لقاء القمة ما بين الأهلي والزمالي كل انتهى في كرة السلع 74-59 بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وانتظرونا في جولة جديدة مع استوديو الأبطال